السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت تسعة كانون الاول ديسمبر طبعا القمر اليوم موجود في الميزان الان موجود في الميزان في ساعة الصباح ساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم رح ينتقل القمر من الميزان للعقرب وطبعا رح يظل موجود في العقرب لغاية الساعة 11 وعشر دقائق من ظهر يوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس القمر الان موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 57 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة بما ان القمر موجود في برج الميزان معناته هذا هو افضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لعلاقة مع الحبيب او لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية نحن النشطين اكثر اجتماعيين ومن ميل للاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسي واضحين بين العشاق لكن ممكن الغيرة معني انها تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة ترتيب وتزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة وخمس دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للامور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا اما بالنسبة لقلو المسار اللي رح يبدأ الساعة واحدة وخمس دقائق فجرا من فجر اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوب او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا خلاص القمر بنتقل وباستقر في برج العقرب وببلش شكل اول زوايا فعشان هيك من ساعات الصباح ما منعرف الحل الوسط بطباعنا ولا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي يمكننا ان ننفجر عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولنا برضو يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات تأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية برضو ما يعني اللي بيحب الافلام المغامرات واتخاذ قرار مهم او شراء منزل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في ادارة اعمالنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا ان نعيش اوقات ممتعة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة ووحد واربعين دقيقة عصرا يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم اكبر من حقيقتها بنثق في وعود غير واضحة نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الافراط في الاكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم او التخمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا ابتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو بتعطينا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج، الإحليل، الغداد التناسلية، المبايد، البرستاتة، عظم العانة والجينات طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نبادر لها عمليات جراحية كبرى أما أعمليات صغرى أو مراجعات طبية فحصات ما في أي مشكلة أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها ودون فترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم بيبدأ الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة من صباح يوم الاثنين وبيستمر لغاية الساعة 11 وعشر دقائق ظهرا ليستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 12 و 46 دقيقة بعد منتصف الليل الجمعة على السبب بيصير 26 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحسي بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح منتحسي بنسبة 50% القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب في ساعات الصباح ورح يظل موجود في العقرب ليوم 11-12 سعيد الآن بنسبة 60% أما في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 70% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم أهم شيء تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا تنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا تواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد ولا تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح وانا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبل خلال هذا اليوم لأن القمر صار مقابلكم تماما فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم الأجواب الضل إيجابي ودعم لألكم ولكن ما تبالغوا بالحضوظ من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذروا من المشاكل الصحية أيضا بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو حتى تكبروا المشاكل العائلية من ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي بده يتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بتنقلاتكم أيضا وبتحركاتكم أما من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شنك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو أنه بدك تحذر من النصابين والمحتالين أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل خلال هذا اليوم مع أخ أو جار تكثر النشاطات على حسب حق الاقتصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن ولغاية ساعات الصباح ما عا هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا أعمالكم الاعتيادية من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لغاية ساعات الصباح فعشان هيك انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم وخلدوا للراحة من ساعات الصباح ببلش يعني يتغير الوضع للأفضل على صحتكم نفسيتكم لبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء أهمش أنه ما تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لإلكم من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه ما رح يوفي فيه أما من ساعات الصباح وما بعد انتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تبدأوا عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تواصلوا أعمالكم الاعتيادية وما تبادروا لأي عمل جديد من الآن ولغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتحسن لأنه بتلتقوا الأصدقاء اليوم ممكن يتوجهلكوا دعوة لحظور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء أحد المعارف أهم شيء تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمعن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي بدي يتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ومع يعتمد على الحضوظ وبرضو اللي عنده سفر بدي يتفقد أمتعته وأوراقه موعد طيارته أو سفره بشكل جيد أما من ساعات الصباح فهنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهمش أنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم وحاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع أي فترة فيها بعض القلق والتوتر برج الحوت أما بالنسبة لموليد برج الحوت من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون تجنبوا أي شراكة مالية وتحاولوا أنك تتفحصوا حساباتكم المالية المشتركة خففوا من النافقات وانتبهوا من النصابين والمحتالين من ساعات الصباح وما بعد بتنشغلوا في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش بقوة وذكاة وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم شيء ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة برضو بعد موليد برج الحوت ممكن يكون في مواضيع تتعلق بالسفر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء